طيب هنروح لأحد الاتحادات اللي برضو عليها عبء كبير يعني دايما مصر بص للعبة دي ان هي تقدر تحقق وهو الخماسي الحديث وطبعا الجندي صاحب مديلية الفضية اللي كان السبب وهنبدأ نقول ميرانا وتكرانا هو اللي بفضل الله ساعدنا ان احنا يعني نقفز قفزة كبيرة في ترتيب بطولة الولمبية توكيو 2020 43 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم من الخماسي الحديث وهو رقم ضخم طيب البطولة دي جات لنا ازاي الصين الصين اعتذرت اعتذرت طبعا بسبب كورونا فالاتحاد الدولي مباشرة توجه للمهند شريفي عليان رئيس الاتحاد وطلب منه صدافة البطولة كحل للأزمة وهنا كانت مصر موجودة وجهزة لان طبعا مش اول بطولة عالمية يعني النظامة يمكن بطولة دي هتنظم في الاكدامية العربية او الاكدامية البحرية بسكندرية ولكن قبل كده تنظمت في الجامعة الامريكية وقبلها تنظمت في نفس المكان الجامعة مستد القاهرة يعني عندنا اماكن كتير جدا ملنسبة الخماسي وخمس العاب اسمه خماسي عشان هو خمس العاب الجاري السباحة السلاح الرامي والفروسي والخمس اهو لسه انا بتكلم والله شكرا جماعة الخمس العاب في الدائرة اللي حضراتكم شفتوها بتجمع نقاط من الخمس العاب وهي من اقدم اللعبات لانها بتضم خمس لعبات الحقيقة كبر جدا طيب من الثلاثة واربعين دولة المشاركين بسم الله الرحمن الرحيم كده ركزوا معي شوفوا بقى الدول الغزمة في الرياضة اللي جاية الارجنتين البرازيل بلغاريا بروكينا فاسو كندا شيلس صين تايوان كولومبيا تشيك الاكوادور اسطونيا فرنسا جورجيا المانيا بريطانيا جواتيمالا الماجر ايرلندا ايطاليا اليابان كزاخستان كوريا لاتفيا لتوانيا مالي المكسيك ملدوفا بيرو وبولندا واسفانيا والسويد وسوسرا وتركيا واوكرانيا وامريكا اوسباكستان بنزويلا كرواتيا الدنمارك البرتغال سربيا بالاضافة الى مصر يعني انا هو ناقص حد يا جماعة في العالم مجاش انا بس بسأل بجد 43 دولة تقريبا اوروبا كلها الاوروبا العجوزة ما بيسموها واوروبا الجديدة وعندك الاوروبا الشرقية والغربية امريكا جندا كل مفيش دولة مجاش فدال او دال فبيدل رقم واحد ان بطولة جامدة لا يمكن اقول قبل رقم واحد بطولة جامدة ان مصر تستضيف البطولات دي بشكل جاي سواء بنية تحتية خلي بالكو احنا في محافظات مختلفة يعني القاهرة روحنا اسكندري فاذا عندك بنية تحتية قوية جدا 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 من قتلات الاستضافة عندك ملاعب للتدريب عندك امور كتيرة جدا جدا مصر كسبانة فيها فكل التوفيق لاتحاد الخماسي والمنتخبات المصرية اشتركوا في القناة